في ذات السياق أكد سعادة السيد نواب بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أكد خلال تصريحه في برنامج خاص أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عملت على تطوير 25 خدمة بهدف تقديم وتسهيل الخدمات للمواطنين كان دور الوزارة من 500 خدمة التي أعلنت عنها 25 خدمة موزعة على سبع إدارات وكان نصيب أكبر فيها إلى إدارة الأموال القاصرين طبعا حسب توجيهات سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء مثل ما بيّنت هدفنا الأول هو المواطن وتقديم وتسهيل الخدمات لهم وحرصنا أن نحن نقدم هذه الخدمات بتطويرها وكانت آلية التطوير هناك شقين يا أما أن يكون في إعادة هندسة الخدمات إن كانت هي مراحل النظر في هذه الخدمة أو إن كانت تقليل المستندات المقدمة للخدمات المعروضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر